افتتح وزير شؤون الاسلامية والدعوة والارشاد السعودي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ المشرف العام على مسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية افتتح التصفيات نهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاواته وتفسيره في دورته الرابعة والاربعين في رحاب المسجد الحرام يشارك في المسابقة 173 متسابقا يمثلون 123 دولة بينها مصر حيث تشارك بمتسابق لها ضمن التصفيات نهائية للمسابقة واكد وزير شؤون الاسلامية خلال كلمات حرص المملكة على ان تكون هذه المسابقة على اعلى المعير حيث تم وضع قواعد واضحة ومعلنة للتحكيم تضمن العدالة والشفافية واشار إلى أن مشاركة الدورة الحالية تعد أعلى عددا لدول المشاركة في دورات سابقة منذ انطلاقتها في عام 1399 هجريا نتشرص في وزارة الشؤون الاسلامية بالمملكة العربية السعودية أن نقيم هذه المسابقة الدولية في كل عام تحفيزا للتنافس الشريف بين أبناء المسلمين وربطا للناشئة بكتاب الله تعالى حفظا وفهما ليكون نبراسا لهم في الحياة يحتدون بهديه ويستنيرون بنوره لقد حارصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على أن تكون هذه المسابقة على أعلى المعايير حيث تم وضع قواعد واضحة ومعلنة للتحكيم تضمن العدالة والشفافية كما تم في هذا العام ترشيح نخبة من المحكمين من أهل العلم والخبرة من المملكة العربية السعودية ترجمة نانسي قنقر